صباح الخير هعمل معاكم النهاردة الفراخ المقرمشة فراخ مقرمشة لأطول وقت ممكن أقوى بكتير من قرمشة كينتاكي الطعم والتدبيله بجد تجنن الوصفة دي أحلى بكتير من كينتاكي وبجد أحلى من أي وصفة فراخ مقرمشة تجربتوها قبل كده هعملها معاكم النهاردة بطريقة مختلفة شوية عن الطريقة اللي احنا متعودين عليها في عمل الفراخ المقرمشة لو أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى أن تشترك فيها ولو الفيديو عجبك دوسي لايك ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي أنا هنا مستخدمة كيلو من الوراك المخلية هضيف عليها نص كباية من اللبن الرايب لو اللبن الرايب مش موجود هنستخدم بديل لي وهو الحليب المبطر وده عبارة عن كباية من الحليب بنضيف عليها عصر من اللمون أو نص معلقة صغيرة من الخل اللبن الرايب من أكتر الحاجات اللي بتطري اللحوم تاني حاجة هضيفها الصوية صص أنا هستخدم منها معلقتين كبار الصوية برضو من أكتر الحاجات اللي بتدي طعمه مميز للتدبيلة كمان لو انت حابة تستخدمي الفراخ اللي بالعظم هنجيب فرخة يكون وزنها يفضل أقل من كيلو هنقطعها 8 كطعة فهنا بقى هنضعف كمية التدبيلة اللي احنا عملناها عشان لازم الفراخ تكون مغمورة كويس جدا بالتدبيلة هنيجي بقى للتوابل اللي هي تدينا نفس الطعم بتاع كينتاكي معايا توم بودر بصل بودر بابريكا ملح وفلفل وكمان معايا معلقة من المستردى البودر المستردى هي اللي بتخلي الطعم تيبكل بتاع كينتاكي ماينفعش أبدا نستغنى عنه في الوصفة دي كمان هضيف معلقة صغيرة من الجنزبيل المفروم واتأكد إن الجنزبيل المفروم ناعم جدا هقلب الفراخ كويس جدا في التدبيلة أنا هسيب الفراخ في التدبيلة ليلة كاملة لو أنت هتستخدميها في نفس اليوم يبقى أقل حاجة تقعد في التدبيلة من ساعتين لثلاث ساعات أنا عاوز الفراخ تتشرب قوي من التدبيلة ويكون طعمها حلو الفراخ اللي بالعظم لازم تقعد ليلة كاملة في التدبيلة شاء لما نيجي نحمرها بعد كده تكون مستويه ما يكونش فيها دم أول خطوة بعد كده هنعملها هي الطنبورة هضيف تلتين كوب من الدقيقة دول حوالي تسعين جرام هضيف عليهم مية وعشرين ميلي من الحليب أنا هنا بكتب لكم الحاجات بالجرامات علشان تطلع الوصفة معاكو مظبوطة جدا هقلبهم كويس قوي مع بعض وبعد كده هضيف عليهم حبتين من البيت الفراخ المقرمشة لها طرق كتيرة جدا بس بجد لما استخدمت الطنبورة كانت أنجح وصفة للفراخ المقرمشة هقلبهم كده كويس قوي مع بعض لغاية لما توصل معايا للقوام ده قوام الطنبورة مش بيكون تقيل ومش بيكون خفيف تاني خطوة معايا كوبايتين كبار من الدقيق هضيف عليهم معلقتين صغيرين من البيكنج بودر وهضيف آخر حاجة ربع معلقة صغيرة من البيكنج سودة أو بيكربونات السوديوم اللي احنا بنقول عليها كربونات كمان ضفت أربع معالق كبار من المياه عاملين أربعين جرام بس المياه هنا أنا هنزل بيها معلقة معلقة هنزل بأول معلقة وهقلبها كده في الدقيق أنا عاوزة الدقيق يبقى عبارة عن حبيبات مش عاوزة أنزل بالمياه مرة واحدة الدقيق بتاع يتحول لعجينة حمسك الدقيق كده بين إيديها وأحاول أفرقه بس بالراحة هنلاحظ على طول أنه يتكون شكل تعرجات وده اللي هيدينا الشكل الحلو للأرمشة أهم حاجة ما نزودش فارك عندي إيئة واحدة علشان الدقيق ما يتحولش لرملة تالت خطوة هنعملها في طبق ضفت كباية كبيرة من الدقيق نزلت بنفس التوابل اللي أنا ضفتها على تدبلة الفراخ أول حاجة هنعملها هنجيبها نزل الفراخ في الدقيق المبهر هقلبها كويس في الدقيق وهنزل أي دقيق زيادة على قطع الفراخ تاني خطوة هنزلها في خليط الطنبورة اللي هو عبارة عن دقيق وحليب وبيض أهم حاجة إن أنا أنزل أي نقط زيادة من خليط الطنبورة علشان لما نزلها على الدقيق ما تباوزه ليش طالت خطوة نزلناها في الدقيق اللي إحنا عملناها على شكل تكتلات أنا بضغط عليها ضغطتين بسيطة كده وهرفعها على طول من الدقيق هنفضها كويس قوي من الدقيق هلاحظ على طول إن الشكل تكون عندنا تعرجات قوية جدا بجد ما بتاخدش مجهود ولا تعب وبتدينا شكل مقرمش حلو جدا هنسخن زيت على النار لتأكد إن درجة حرارة الزيت مظبوطة هنزل الفراخ أول دقيقتين في درجة حرارة عالية وبعد كده هنزل درجة الحرارة لأقل من المتوسط علشان الفراخ تستوي معي مظبوط الفراخ بتاعتي ما أرمشة جدا بجد الأرمشة أقوى بكتير من الفراخ كنتاكي الطعم والتدبيلة بجد يجننه أنا هنا هستخدمها في السندويتشات بجد طعمها تحفة بالهانة والشفة مقدمة لكل اللي هيجربها وأشوفكم في فيديو قديد باي باي